لأول مرة منذ 1989، مقاطعة لوس أنجلس الأمريكية تصدر تحذيرات من عاصفة تلجية. سكان المنطقة المحبون للشمس والشواطئ استيقضوا على وقع عواصف أدت إلى تساقط الثلوج وهطول أمطار تهدد مناطق أخرى بفيضانات. الجو الغير طبيعي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 100 ألف منزل وشركة في ولاية كاليفورنيا. وتسبب في إغلاق أكبر طريق سريع بسبب الثلوج الكثيفة وطرق أخرى بسبب الفيضانات. وفي شمال الولاية، من المتوقع أن تشهد سان فرانسيسكو درجات برودة قياسية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية السكان من الصفر خلال الأيام المقبلة إلى غاية يوم الأربعاء القادم.